اكد صاحب السمو الملكي الأمر سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يتمتع به القطاع الخاص من مقاومات مميزة مكنته من القيام بدوره الأساس كمحرك رئيس للنمو في المملكة مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة بناء الشراكات الإقليمية والدولية التي تعمل على تحفيز البيئة الاستثمارية بما يخلق مزيدا من الفرص النوعية التي يعود أثرها على الوطن والمواطن ويسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بقصر الرفاع اليوم السيد فيردريك سانشيز رئيس جمعية المشروعات الفرنسية ميديف انترناشنال حيث نوى سموه بما وصل إليه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا من مراحل متقدمة على جميع الأصعدة والتي كان للزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات الأثر الكبير في تعزيز علاقات الصداقة في شتى المجالات مؤكد سموه على همية الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البحرين وفرنسا بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين من جانبيا عرب رئيس جمعية المشروعات الفرنسية ميديف انترناشنال عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مدرس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا على كافة المستويات